اشتركوا في القناة باسم الحكومة حول الأدلة التي تثبت تورط الإمارات في دعم الميليشيات والتي تكذب قصف الجيش لمقر السفير الإمارات كل هذه القضايا بالإضافة إلى زيارة الفريقة والركن عبد الفتاح المرهان إلى المناطق التي أعاد الجيش السيطرة عليها مرة أخرى سنناقشها مع ضيوفي أهلا ومرحبا بكم وأهلا ومرحبا بكم أستاذ حسن إسماعيل الكاتب الصحفي ووزير الإعلام السابق أهلا ومرحبا بك مرحبا بك يا ناجي وعليكم السلام ورحمة الله حبابك وحباب السادة المشاهدين مرحبا نعم أهلا وسهلا أيضا مستاذ صادق رزيجي رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين أهلا ومرحبا بك على فضائية الشرق عليكم السلام ورحمة الله تحياتي لكم لسادة المشاهدين نعم ربما التريند الآن في السودان صادق أستاذ حسن هو مبسوطين أوي سعدتك هذه الكلمة التي جاءت من جنود القوات المسلحة لحظة وصول الفريق وركن عبدالفتاح الضرهان إلى المناطق التي أعاد الجيش السيطرة عليها في ولاية السبنار نشاهد هذه المشاهد مشاهدين الأكارم ومن ثم مواصل الحديث في هذا الشارع السوداني تفضل ترجمة نانسي قنقر 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 يبدي شوفي بالكبار دورك يا ري نكمل الأجل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كانت هذه الكلمة ردا على الخطاب المنسوب للقايد التمرد حمدتي والذي تحدث عن ضلوع القوات أو اتهام للقوات المصرية بأنها أيضا تقف في هذه الحرب إلى جانب القوات المسلحة ولكن قبل أن نخوط في تفاصيل هذا النقاش أسمح لي أن أرحب أيضا بالأستاذ علي خليفة عسكوري الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبر اتصال الفيديو أهلا ومرحبا بك أستاذ عسكوري يا أهلا وسهلا أستاذ ناجي أحييك وأحيي مشاهدي غرات الشرق أهلا وسهلا أستاذ حسن مبسوطين أو يسعدتك هذه بعد زيارة الفريق أوروكنا عبدالفتاح برهان الآن إلى هذه المناطق ما الذي تعني هذه الكلمة وفي الحقيقة شكرا في الحقيقة هو ده امتداد لارتدادات السخرية الشعبية من الخطاب بتاع حمادته أو المنسوب لحمادته اللي هو كان فيه اهتزاز شديد في الرؤية اللي يعني الخطاب ده تم الترويج له قبل ساعة فكثير جدا من الناس افتكروا أن هذا الخطاب حيحوي إما عملية جرد للعمل القتالي والعمل السياسي طيلة الفترة التي مضت ويشمل هذا موقف التمرد من المفاوضات ومن الإغاثة ومن كده ومن كده والناس يشوفوا تعليقات القايدة التمرد على تقدم القوات المسلحة الناس كانوا يبحثوا عن حديث موضوعي إذا جاز التعبير لكن تفاجأوا بشكل فيه اهتزاز شديد للخطاب فيه تداخل في الحقائق يعني الخطاب كان بسوق معلومة وبعد شوية يسوق معلومة أخرى ضدها ويسوق موقف وبعد شوية يسوق موقف آخر يعني مثلا مثلا حمدتي عمل هجوم عنيف على الاتفاق الإطاري هجوم عنيف على الاتفاق الإطاري وأكد أنه والله الحرب دي أشعال الاتفاق الإطاري ومع هذا أكد أنه حيواصل الخطبة وحيحشد مليون شخص وتأيزوا البعاية الخطاب ده يعني بيقول طيب إذا هو والله الاتفاق الإطاري هو الأشعى للحرب وكل الهجوم ده والناس فهمين أنه الحرب دي قامت أو التمرد ده قام عشان يفرض النصوص الاتفاق الإطاري اللي هو أو ما يسمى بالتسوي السياسي العنوان الاتفاق الإطاري فإذا أنت الآن بتنسب هذا الدمار كله للاتفاق الإطاري أنت دا تعمل الخطة بله يعني شيء طبيعي أنك تبدأ تتحدث عن عن تراجع وتتحدث عن موقف جديد يصحح موقف الاندفاع وراء الاتفاق الإطاري وقس على هذا حجم التناغضات كان مهول وبالتالي غير كده كان في ارتجال لكثير جدا من سرد الحقائق جعله يعني مثلا لما تتكلم عن والله الطيران المصري والإيراني هو اللي بيهاجم قوات التمر وطبعا أي شخص يفهم إنه ما في حاجة بالتجمع الطيران الطيران الإيراني والطيران الطيران المصري ما في حاجة بتجمع بين الطيران المصري وقيالات الإسلاميين اللي بيقودوا الجيش السوداني على الأرض فدي معادلات من الصعب جدا إنها هي فدجلب السخرية على هذا الخطاب و اتسعت دائرة السخرية حتى شملت أفراد القوات المسلحة في استقبالهم للفريق الفريق البرهان نعم ننتقل بذات الاستفسار للأستاذ الصادق رزيجي وربما الكثير من الناس يتحدثوا أن الخطاب الفريق البرهان الأخير الذي تحدث فيه صراحة أن هناك دعم يأتي إلى الماليشيات عبر مطارات مختلفة ربما في تشاد وغيرها وهناك سيارات للأدوية تحدث هكذا وداخلها شحنات لدعم التمرد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الفريق البرهان بهذه الصراحة هل هذا يعني بداية القطيعة ربما الدبلوماسية بين الخرطوم وأبو ظبي أم هذا أولا العلاقة مع أبو ظبي ظلت يعني علاقة متوترة منذ بداية هذه الحرب ولكن ظل الموقف السوداني كان يراعي فيه يعني هذه العلاقة دولة عربية شقيقة وكان السودان يحاول في أكثر من مرة على الأقل في الأشهر الأولى لحب أن يتجاوز هذه الأمور وأن يصنع نوع من التفاهم مع الإمارات لكن طبعا كل تلك الجهود لم تفلح في لجمة الإمارات من دعم التمرد برغم المعلومات الكثيرة المتوفرة لدى قيادة الدولة في السودان إلى أن وصلت الأمور حد الشكو المباشر لأنه كانت هناك شواهد هناك أدلة هناك أسانية هناك تدخل مباشر هذا تدخل مباشر ليس تدخل عبر الدعم فقط الدعم الذي كان يأتي عبر طائرات أو الدعم المباشر عبر حفتر لكن الإمارات انتهجت نهج مختلف أنها بدأت منذ بداية هذا العام بدأت تحاصر السودان خارجيا في المحافل الدولية يعني أنا أذكر في القمة العربية في البحرين تدخلت الإمارات حتى لا يصدر البيانة الختامة في إشارة للقوات المسلحة السودانية بشكل واضح والدولة السودانية كذلك تدخلت الإمارات في القمة العربية الصينية أيضا وحاولت أن تدخل في البحرين الختامة وأن تشطب أي تعاطف مع السودان في ذاك الوقت هذا بجانب الشكل الذي قدمها السودان في الأمم المتحدة فالإمارات غير الدعم بدأت تترصد السودان وبدأت تقوم بالتصالات سياسية مكسفة تصالات دولية بغيت تكسب مواقف لبعض الدول لصالح الموقف الإمارات الفترة الأخيرة تزايد الدعم العسكري يعني آخر شيء قبل يومين كانت منها القافلة من جرارات طبعا معروفة جرارات وصلت عن طريق حفتر في ليبيا وهذه الجرارات ليست الأولى يعني باستمرار الدعم العسكري يأتي إلى التمرد عن هذا الطريق إضافة إلى الدعم الذي يأتي عن طريق مطار مجرس أو مباشر يدخل مباشرة فلذلك الموقف من الإمارات أصبح موقف واضح التعبير عنه من أعلى هرم السلطة في السودان أصبح واضح ويعني الموقف الأخير فيه رسالة واضحة باستدعال السفير السوداني برغم ما وصل حتى الآن وهذه أيضا أسئلة موجهة للخاريين ولماذا السفير لم يأتي حتى الآن فهذا موقف واضح تمهيد لاتخاذ موقف أكثر حدة في هذا الجانب وأنا في رأيي أن الإمارات لا ينفع مع هذا التعامل اللين الإمارات يجب أن تعامل معاملة واضحة لأعراف الدبلوماسية واضحة في هذا الجانب وكثير مما يقال في هذا الملف يعني ممكن نتكلم عنه خلال هذه الحلقة لكن أعتقد أن الموقف السياسي موقف الدولة لا نصبح واضح تجاه الإمارات نعم تعالى ننتقل أيضا إلى السودان ومعي عبر الهاتف أو اتصال الفيديو السيد علي خليفة عسكوري الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك مرة أخرى أستاذ علي عسكوري وهل زيارة الفريق البرهان الآن إلى هذه المناطق التي عاد الجيش السيطر عليها تعني ربما نهاية العمليات العسكرية هناك وعودة هذه المناطق إلى حضن الوطن كما يقول البعض نعم حقيقة مرة تانية أستاذ نادي أحيي الأخوان الأخ حسن والأخ الصادق حقيقة زيارة السيدة الفريق أول برهان رئيس مجلس سيادة الانتغالي وقبله بأيام غليلة الفريق أول الكباش لهذه المنطقة بيعكس المعنى الاستراتيجي المهم لهذه المنطقة منطقة جبل موية وهي منطقة تربط بين ولايات متعددة بما فيها شرق السودان وجنوب شرق السودان ولاية الأزرق وسن نار وسن جوائل أخير هذه مناطق زراعية جدا وهذا الطريق هو المدخل والمخرج منها لذلك كان هناك احتفاق كريء في المصر في هذه المنطقة وأعتقد أنها قسمت ظهر التمرد وظهر المليشيا ويعني أنهت خطتهم للسيطرة على مناطق وسط ووسط جنوب شرق السودان لذلك كان من الضروري أن يسهب السيد الرئيس لمشاركة الجنود والضباط هذا الاحتفال حقيقة هذا الاحتفال سار فرح كبير جدا حتى وسط المواطنين العاديين وخاصة في المناطق في الجزيرة في واد مدني وواد مدني منطقة كبيرة وهكذا في السنجة ونتوقع تحرير هذه المناطق قريبا جدا الأمر ليس بهذه البساطة أيضا هذه المنطقة هي مدخل أساسي لولاية النين الأبيض وهي منطقة أولاية ظلت المليشيا تستهدف ومنطقة النين الأبيض معروفة فيها على الأقل مطار وفيها مصنع كنان ومصنع كبير وسكر عسلايا ومشارية زراعية كبيرة جدا وهي طبعا فيها الكبرية الواصل بين قرب السودان ووسط السودان ولذلك هذه منطقة مهمة جدا وأعتقد أن خطط المليشيا للسيطرة على مناطق وسط وضغط على القوات المسلحة والقوات المساندلية سوى كان في قوات الخاصة لجهاز الأمن أو المستنفرين وآخر فشلت ولذلك أنا استمعت لتعليق الأستاذ حسن عن خطاب قائد المليشيا أنا على المصدر الشخصي لا أتابع خطابات هذا الرجل إطلاقا لأنه رجل شفه أمي ولا يفقه بالسياسة أي شيء وكنت أتوقع إنه لو عنده قطر قليل من العقل أن يعلن الاستسلام والهزيمة وكان هذا هذا موقف كممكن يحسب له كممكن يعني يحفظ كثير من الدماء ويجنب بلاد الكثير ولكن كالعادة هو ما زال في عنجهية مفرطة وفي رعومنا وحمار مفرطة جدا مصير على مواصلة هذا الخراب وهذا الموت وهذا الدماء وهكذا وحيث الإنسان لا يتوقع من رجل مثل هذا يعني تسبب في خراب بلادنا وتشريد الملايين حيث لا توقع يعني أي موقف مخالف للموقف الذي اتخذ وهو يواجه هزيمة يواجه هزيمة ساحبة جدا سواء كان في وسط السودان جبل موية أو مدني أو سجة أو سنار أو في الخرطوم الآن الجيش يتقدم فيها تقدم كبير جدا فكان الأفضل يعني الأعقل أنه يعلن الهزيمة يعني الاستسلام ويعني يحفظ هذه الدماء وكذا رجل لا يهتم بحياة حتى جنوده يعني حتى بحياة جنوده ذاك من حياة السودانين والمواطنين والذين حول حياتهم إلى جهي يعني حتى الجنود الذين يغاتلوا معهم والقطاء الطرق والقصوص الذين يعني استطفوا معهم حتى لا يهتم بحياة يعني وكما ممكن يحفظ حياة ما تبقى منهم ولكن وكعاته يعني يسير في طريق الدماء وأعتقد أنه القوات المسلحة والقوات المساعدة قادرة على حسب هذا الغريب إن شاء الله نعم سيد عسكوري قبل قليل كان هناك مؤتمر صحفي للحكومة في بورد سودان تحدث فيه وزير الخارجية ووزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة وتحدثوا عن أدلة قدمت للبعثات الدبلوماسية بعد تنوير للسفراء ورؤساء البعثات المحتمدة لدى السودان يعني تضحط الرواية الإماراتية التي تتحدث عن استهداف منزل السفير الإماراتي في الخرطوم سيد عسكوري منزل السفير الإماراتي السابق في الخرطوم هذه مفبركة ومحاولة للتقطيع على تورط دولة الإمارات في هذه الحرب وهي يعني تورط يعني هناك ملايح من الأدلة آخر في الجبل موية وصناديكة الزغيرة والأدوية وإلى آخر استلمت القوات المسلحة وقضية تورط الإماراتي في هذه الحرب وقتلها للسوداني من خلال هذه المليشية وكذا ساعدت يعني أعتقد أعظم مجلس الأمن يعلمون الأمريكا تعلم الأوروبيين يعلمون والإمارات نفسها طبعا واسقة وعارفة إنها متورطة في هذه الحرب وهذه فرقة تقطيع محاولة لإيجاد أي طريقة لمحاولة إدانة أو إدانة الغات المسلحة وتشويه نعم هذا المنزل كان فاضي أصلا ورحل منه وكان يستقل بإجتماعات قادة المليشية وكذا على سنه موقع دبلوماسية يعني يعني لا يتوقع استهدافه وكذا ولا ولم يستهدفه أحد أصلا نعم حتى تحدث هذه الفرقة بينما هذه المليشية استهدفت كل المقار مقار البحسات الدبلوماسية ومقار الأمم المتحدة كلها استهدفت هذه المليشية وهذا العالم صامت لمرأة نفسها صمت على استهداف حتى السفارات العربية والسفارات الغربية ومقار الأمم المتحدة نهيبت وسرغت وهكذا ولم تتحدث الدول التي استهدفت مقارها وهكذا لذلك أعتقد هذه الفرقة إدانة دولة الإمارات لا تحتاج إلى أدلة أكثر مما قلتم وأعتقد كل ما تقدم الجيش كل ما ظهرت أدلة إضافية على تغرير دولة الإمارات في 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 هذا وأعتقد السيدة الوزير كموفق ددا في تقديمه في المتمر الصحفي نعم أستاذ حسن الأدلة لا تحتاج إلى تبيان نقول أستاذ علي خليفة عسكوري وأستاذ صادق قبل قليل يقول أنا الأوان أن تنتقل الدبلوماسية السودانية من هذه النعومة الدبلوماسية ربما إلى فعل واضح تجاه التدخل الإماراتي في الحرب أو دعم الإمارات للميليشيات في في السودان صحيح هو في الحقيقة زي ما ذكر الأخ علي الموضوع الأدلة والعبانة ضد أو في مواجهة موقف الإمارات هو صحيح مهم للإجراءات الدبلوماسية مهم للمخاطبات الدولية مهم لحجد الحيثيات في مؤسسات المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة هذا طريق مهم بالتأكيد لكن أنا أظن أنه الأهم هو التحفز والاستعداد أنا أظن أنه حكومة أبوظبي لديها رغبة لا تزال قائمة في مواصلة هذا الحريق يعني أنا أفتكر استدعاء الرئيس التشاهدي قبل أيام لما ذكر أخونا صادق الآن أنه لا زال فيه إمداد بيجي قبل قبل يومين الناس بتتكلم اليوم عن طائرة نزلت لتجلي بعض الجرحة في واحدة من العواصم بتاعت دارفور ما بواضح أنه أبوظبي لديها استعداد لمواصلة هذا التدخل ولمواصلة إشعال هذا الحريق وأنا أظن أنه حميتي لما يتكلم عن الخطبة هو يتحدث يعني من تحت هذا الجزر أو من هذه الزاوية يعني واضح أنه هناك رغبة يعني غير معلومة المصدر يعني لا تستطيع أن توفق نفسيا وعقليا من قبل هذه الحكومة حكومة أبوظبي في أنها تواصل مثل هذا مع أنه زيت عندك هداف سياسية هذه الهداف فشلت إذا كانت الفكرة أنه الحركة بتاعت تمرد حميتي يستولي على السلطة وينفذ برنامج سياسي محدد هذه فشلت وحتى سيطرت على إقليم دارفور هذه أيضا فشلت فمواصل الضخ الوقود على هذه النار أمر حقيقة لا تستطيع أن تفهم إلا في إطار واحد أنه هناك رغبة في المزيد من تصدير الأذى للشعب السوداني لأنه بالمناسبة أنت حتى طيلة الفترة التي مضت خسائر الجيش السوداني في كتلة البشرية قد تكون محدودة جدا يعني قد تكون حتى ما وصلت النسبة المتعارف عليها عالميا لكن الأذى وسط المواطنين والأضرار التي أصابت المواطنين في أنفسهم وفي مالهم وفي أعراضهم وفي مدخراتهم والتي أصابتهم في مؤسساتهم الخدمية والتي أصابتهم في إنتاجهم والتي أصابتهم في طريق التنقل وهجرتهم ونزوحهم يعني أذى غير مسبوق بالنسبة للسودانيين فمن المؤسف أن تقف وراء هذا كم من الأذى عاصمة زي ما ذكر الخورة صادق عاصمة عربية وفي النهاية الشعب الإماراتي في النهاية شعب عربي شعب مسلم لكن أنا لا أستطيع أنا شخصيا لا أستطيع أن أفسر هذه النزعة يعني الإصرار على تصدير الأذى وتصدير الحريق وإبقاء الاشتعال هذا في في السودان فأعرف تكر ما هي الخطوة التي تظن أنه يجب أن تتخذ يعني أنت الشرطي لأنه هناك ربما يكون هناك استعداد من أبوظبي لمواصلة هذا الحريق ما الذي يجب أن تتخذه الحكومة هي على ذلك يعني ما هو خطوات كثيرة طبعا أنت بتتكلم عن الترتيب العسكري يعني الكلام اللي أدخي طبعا حمين تدى الناس ما يستهون بأنه في خطبة أو ما في خطبة أنت مبقر أنه في خطبة لأنه لا يملك العتاد ولا يملك العدة ولا يملك التشويل لهذه المزألة إنما تملك هذه الأشياء العاصمة التي تمد بالمزألة فطالما في حديث عن خطبة ومعنتها هو واثق لأنه في إمداد وكذا فبيجب الحذر من هذا الجانب الحذر عسكريا والأهم من الحذر العسكري لأن الحذر العسكري إذا أنت عملته وأكملت شروطه المؤتمر الصحفي بتاع اليوم هذا مهم جدا لتوعية الناس بحجم المؤامرة أنا دائما قاعد أقول الصراع داخل السجدان هذا ما صراع ضد الحزب عشان الناس يقولوا والله ده ما صراع لا ضد الإسلاميين ولا ضد اليساريين ولا ضد الفلول ولا ده ما صراع محركاته اختلافات داخلية ده صراع صحيح ممكن يتخذ الديباجات دي والله نحن ضد النظام القديم والله نحن ضد كده والله يأخذ هذه الديباجات لحشد بعض الناس وللتعمي على بعض الناس لكن حقيقة هذا واحد ده صراع بيشمل كل المنطقة والسودان جزء من خارطة الحريق وجزء من المشاريع الإنهاك والتفكيك في هذه المنطقة فالمعركة يجب الاستعداد لها بتوعية الناس ببث خطاب التوعية وخطاب التعبية بأنه نحن ما بنقابل ماليشيا نحن ما في مواجهة ماليشيا صحيح على الأرض ديلة بيديروا للحريق ده هم لكن نحن في مواجهة مؤامرة إقليمية ضخمة بل مؤامرة دولية الاستعداد الحكومي على مستوى الخطاب الإعلام والخطاب التوعوي وعلى مستوى الحجد وعلى مستوى التعبية يجب أن يرقى إلى مستوى هذا التحدي وهذه المؤامرة نعم سيد صادق ربما أكثر من كتب توصيفا من أين يأتي المرتزغة هو أنت في المقالة الشهير منابع المرتزغة وربما ذرت أو ذرت عدد من العواصم التي تأتي منها هذه القوات هل تستطيع الحكومة الآن بفعل ما مثلا الحكومة السودانية أن تجفف هذه المنابع وأن تبطل هذا الدعم الذي يأتي من أبو ظبي لدعم التمرض خاصة وأنه يأتي بدول دول لا يأتي مباشرة إلى السودان وإنما في مجرس في تشاد وفي أرها من المناطق والوزير اليوم تحدث أن هناك أيضا مطارات أفريقية أخرى يعني يدخل المدد العسكري عبرها شوف أنا أعتقد أنه في هذه المسألة يعني كل ما اشتد التضييق على التمرد وعلى الميليشيا في الداخل كل ما نشطت الإمارات والقوة الخلف الإمارات في هذا المشروع الآن أنا أعتقد في مسألة الإمداد بالعنصر البشري تجد مشكلتين الآن في هذا الإمداد أولا يعني عدد الذين قتلوا القادمين من تشاد أو من نيجر أو أفريغة الوسطى أو من مالي أعداد كبيرة جدا منابع هذا الإمداد البشري بدأت تتوجس خيفة من مشاركة أبناء في السودان يعني الآن هذا الحوار يدور في تشاد يدور في أفريغة الوسطى يدور في النيجر يدور في جنوب ليبيا وأنه كثير من الشباب ذهبوا إلى محرغة السودان ولم يعودوا لكن أنا أعتقد أنه الإمارات كما شرح حسن إمارات أدى من الأدوات في المنطقة كل مشروعات الإمارات كانت فاشلة فيه الإمارات اتأمرت على ليبيا يعني شفنا النتيجة في ليبيا حتى الآن لم تحقق الإمارات أهدافها في ليبيا قسمت ليبيا وانتهت ليبيا على ما انتهت إليه كذلك في اليمن كذلك دعمه المجموعات المعارضة كانت في سوريا والآن السودان الآن الأزمة في الغرنة الإفريقي القائمة الآن سبب الإمارات عندما أوعزت لأتيوبية أنها بالإمكان أن تحصل على ميناء في جمهورية أرض الصومال هي بلد غير معترف فيه وهي جعلت من العداء الإثيوبي الصومالي يمتد ليشمل دول الغرنة الإفريقية كلها الآن الغرنة الإفريقية الآن على صفح صفح صاخن يقف كل الغرنة وربما السودان يدخل في هذا الجاري في عام الجديد أنا أعتقد هذا العام الخطير جدا في مسألة المرتزقة شركة فاقنر الروسية الحكومة الروسية طبعا تخلصت من فاقنر نوعا ما لكن الشركة مغرر رئيسي في الإمارات فاقنر الآن عملت وجود في ليبيا بما يسمى الفيلغة الروسي الأفريقي وعملت لواء اسمه لواء الدب إشارة للدب الروسي هذا الفيلغ تديره فاقنر بشكل كامل الدعم السريع يجزوا منه وهذا الفيلغ الآن من منطقة الجفرة في ليبيا هو الذي يبعث المغاتلين يدرب المغاتلين في دول الساحل كلها سواء كان في النيجر في مالي في بوركينا يعمل على تدريب هذه المجموعات ويعني الدعم السريع نفسه في التخطيط الإماراتي الصهيوني كان موجود إنه يعمل منا فاقنر الأفرو عربية إنها تكون تلعب نفس الدور التي تلعب فاقنر وتكون أكبر مليشيا عبر الحدود إذا استطعت هنا كانت تسيطر على وضع في السودان فلذلك هذا الخطر قايم الكلام الأشهر حسن إنه رئيس الرئيس التشادي كان هناك ربما يكون دجزء من الخطة المقصودة والتغييرات الحصلت الآن في تشاد التغييرات التي حصلت في تشاد صحيح الناس شاهدوا إزاحة إدريسيو كان مدير مكتب الرئيس وهو كان ممسك بهذا الملف العلاقة مع الإمارات والعلاقة مع التمرد لكن الأهم منه إنه تعيين وزير جديد للأمن الشادي من عرب تشاد ومن نفس يعني هو من نفس قبيلتنا الرزيقات من نفس الماهرية طبعا فأنا شايفه ده عامل خطير جدا الآن في ترتيبات شاد إنه عايزين يربط بين المشروعين لكن ده نفسه حيفجر الخلافات داخل شاد يعني كل ما زادت سلطة بعض العناصر يعني العناصر العرقية في شاد كل ما توجست العناصر التانية ف يعني أنا يعني قاعد أفكر من فترة يعني لماذا هذا التغيير وتغيير في وزارة يعني من زمن إدريس دبي ظل يمسكها عنصر واحد من أهل الثغة علي أحمد أغبش كان معارض زمان ووالده كان من مؤسس يجب حتى فرولينا لشاد زمان قبل الاستغلال وهو كان معارض وجه صالح إدريس دبي مشه سفير في الكويت وظلت عنده مواقف دعم للتمرد أنا أعتقد إنه قدرات إذا هو يعني مع التمرد الآن أو داعم للتمرد أو عنده موقف من التمرد كل إمكانات شاد في هذا المجال ستسخر في دعم في دعم التمرد حجزب الناس ينتبهوا له جدا لكن أنا أعتقد إنه خطاب حمدت الأخيرة المضطري بالشاي ربما يوفر مناخ أفضل للتفاهم في الإغليم يعني أنا أعتقد إنه مصر ما حتكتفي بمجرد الإدام مصر حتبدأ تتحرك لأنه الآن أصبح الخطر على مصر التهديدات على مصر مصر ستتحرك في اتجاهين العلاقة الشادية المصرية علاقة جيدة ولمصر أياد على يعني ربما يعني إنه تكون عندها أياد وعندها بعض الكروت اللعبة الممكن تستخدمها في هذا المجال كذلك الحليفة الأكبر اللي حمدتين الآن في المنطقة هو حفتر حفتر بدعو من مصر ومصر ترضى عن حفتر هذه الخلخلة في التحالفات الموجودة في الإغليم يمكن أن تحدث فارع كذلك حمدتين يمكن أن يفقد الثيوبي أيضا يعني ما تبقى له في الإغليم الآن غير الثيوبي الآن جنوب السودان الآن خرج من الدعم المباشر للتمرد فريغة الوسطة الآن ما فيها سلطة مسيطرة على فريغة الوسطة عشان تقدر تقدم شيء لحمدتين أنا رأي أن هذا الخطاب سيحدث هذه الخلخلة في المنطقة وحكومة السودان يجب أن تتحرك بتحالف إغليمي قوي جدا ضد المرتزقة العابرية للحدود في أفريغ لأنهم بشكلوا خطر على كل المنطقة والآن فيه مؤتمر يدعمل في ليبيا قبل فترة يحذر من خطر الحرب في السودان والميليشيا فيه مؤتمر يدعمل في النيجر مؤتمر يدعمل في الجزائر كل هذه الدول بدأت تشعر حمله تهديا عكسية خاصة بعد الانتصارات الأخيرة للجيش والتقدم للجيش هذه العناصر تشكل خطر كبير جدا على هذه الدول إن عادت نعم ولذلك هذه مشكلة نعم أستاذ صادق الحكومة عقدت مؤتمر هام جدا قبل قليل في الخرطوم وتحدثت لأول مرة ونادت القوى السياسية والشعب السوداني للتهيئة الفرصة هكذا أشارت الحكومة على لسانه وزير الخارجية لمرحلة مقبلة وتقديم اقترحات لتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة وزير أو رئاسة وزير للوزراء أو رئيسا للوزراء تمهيدا للانتخابات العامة البعض يقول أن هذه الدعوة إن كانت جادة الحكومة في هذا الأمر فهذا واجب المؤسسة العسكرية ولسنا بحاجة إلى أن يكون هناك تقديم لهذا الأمر من قبل القوى السياسية طبعا الحكومة تلقت إشارات كثيرة في الفترة الأخيرة وهناك اتصالات وتفاهمات زيارة الرئيس البرهان إلى نيويورك المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لأمم المتحدة التقى بعدد من المسؤولين وعدد من الرؤساء ومع الجانب الأمريكي هناك تفاهم في أن الحكومة السودانية يجيب أن تتجيب في الاتجاه الصحيح أن تتشكل حكومة مدنية هذه الحكومة تتم يعني يتم من خلالها تسليم كافة ملفات إدارة الدولة حتى يتعامل المجتمع الدولي معه يعني الغاربين عندهم هذه العقدة الاتحاد الأفريغي واحدة من شروطه أنه يلقى قرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريغي هو تشكيل حكومة مدنية وتعاين رئيس وزراء نعم صحيح كان فيه تأخير كبير يعني في هذا الجانب لكن أنا أعتقد أنه نتيجة لهذه التفاهمات مع الإغليم هنا يعني على المستوى الغارب على الاتحاد الأفريغي المنظمة الإغليمية أو مع المتحدة أو مع المجتمع الدولي مثل في الولايات المتحدة والدول الأوروبية أنا أعتقد أنه تشكيل الحكومة أصبح واجب وتشكيل الحكومة سيرفع الضغط الآن كثير من استنزاف أنا أعتقد استنزاف الوقت وجهت لدى السلطة الحالية أنه مجلس السيادة والعسكرين في مجلس السيادة طاقتهم كلها موجهة نحو إدارة الدولة إذا تمت إدارة الدولة وإدارة الوزارات وكلها تركت للحكومة المدنية يتفرغوا للعمل العسكري وإنها التمرد وتهيئة البلاد للمرحة الموبلة الحديث اليوم عن هذه القضية فيه يعني إشارة واضحة إلا أنه هناك تدابير يمكن أن تتم في هذا الجانب نعم دعنا ننتقل بنفس السؤال للسيد علي خليفة عسكوري وهو في برصودة عنها الآن يعني وربما يسأل الناس سيد عسكوري أن هل تمتلك القوة السياسية الوطنية رؤية واضحة لإدارة الفترة الانتقالية يعني وأن يفضي هذا العمر إلى انتخابات هل لديها رؤى القوة السياسية أم ماذا؟ نعم القوة السياسية لا أطرحات كثيرة عن الفترة الانتقالية أطرحات نظرية على الأعل خلينا نقول وحاولت هذه الغوة في لغاءات ومؤتمرات كثيرة جدا توحيد صفوفة لكن هذا العمل لم يكتمل يعني اجتمعوا في برصودان اجتمعوا في الغاهرة اجتمعوا في داخل السودان مناطق مختلفة اجتمعوا في الغاهرة أكثر من مرة وهكذا ولكنهم لم يستطيعوا توحيد يعني صفهم تحت غيادة واحدة في كتل صحيح في كتل وهذه الكتل متوافقة على الحد الأدنى وكذا لكن يعني مع ضخام القوة التي الغوة الوطنية التي تدعم الغوات المسلحة واتفاقها على دحر المليشو وكذا لكنها لم واتفاقها أيضا على البرنامج لكن ما قدرت تنظيميا توحد صفها بصورة قوية لكي يعني تشارك في حكومة أو كذا كما إنه تواصل مع المواضنين ضعيف يعني خلينا نعترف إنه ضعيف يعني هذه القوة لم تهم لزيارة الوقوف والتفقد النازحين أو مخاطبة الجماعير في المدن الولايات ما فيهاش حرق وكذا يعني ومحتاجها الغوة السياسية أنا كتبت مغال قبل تقريبا أربعة أو خمسة يوم انتظرت في هذه الغوة وطالبت أنه تعزز من وحدته تعزز صفة وتحاول تتواضع على قيادة واحدة وتدعمها وكذا أنا لا أعتقد أنه كان مراقب صادق أنا أتفق معه أعتقد هناك حوجة حوجة للحكومة لكن الغوة السياسية بهذا التضعض والتفاوض في المواقف والنظر للفترة الانتغالية لا أعتقد أنه مجلس السيادة ممكن يناديها عشان يستشير في تشكيل حكومة وكنت أرجح أنه مجلس السيادة سيتجه إلى تعيين حكومة حكومة كفاءات وطنية وحكومة تاكن كرواتس كما يقول الناس وكذا تطلع بالغضاءة التنفيذية في الدولة أنا أعتقد أن هذا الموضوع سيكون قريب جدا أنا أيضا أعتقد أنه الانتحاد الإفريغي الأخ الصادق تحدث عن الانتحاد الإفريغي أنا أعتقد الانتحاد الإفريغي مواخ في الحد لأنها كانت غير جيدة تجاه بلدنا الانتحاد الإفريغي يعلم تماما تورد دولة الإمارات في هذه الحرب ودعمها للمليشة وأنا في اجتماعات مع وفود مختلفة منهم طالبتهم بإصدار بيان يدينا الإمارات ويطالب بوقف تدخوله وتشوينا للمليشة والإنداد الذي تقدمه لكن الانتحاد الإفريغي تغاصر عن ذلك ولم يدينا الإمارات أنا أعتقد الانتحاد الإفريغي بوضع الراهن نحن لا يشرفنا كدولة عانينا ما عانينا حتى نحن ما عايز أن يرفع رضويتنا أو يعيد رضويتنا هنستفيد ما هي السياسة كده نحن نستفيد هنا لو نرفع ضويتنا هذا منحاز للمليشة السيد موسى فقي استقبل يوسف عزد في مكتبه الرسمي يعني استفزاز في استفزاز واضح لبلدنا ولمواطنين استقبلوا في مكتبه الرسمي مش دعاه غدا في حتة بره في مكتبه الرسمي وغدا ومصور وموجود يعني نعم من كده الاتحاد الافريغي لم يدين الدول وعصاة الدول الذين استقبلوا غايدة المليشية سواء كان كينيا أو سيوبيا أو جنوب افريغيا أو رواندا وهي الأخير هذه دول أعضاء في الاتحاد الافريغي هناك هذا غايدة المليشية يشين حرب شعواء على حكومة غايمة على المواطنين وهي الأخير هذه الدول استقبلتوا بالبساط الأحمر والأخير مع الاتحاد الافريغي تصرف وكأن الأمر لا يعني ومجمد عضويتنا وما فيش احتجاج ما فيش احتجاج ضد الإمارات وهكذا لذلك أنا من مؤيدين عضويتنا مؤيدين ننسحب من هذا الاتحاد هناك مادة مادة 30 أعتقد 31 في دستور الاتحاد تسمح للدول العائزة تنسحب من الاتحاد تنسحب هذا الاتحاد ونحن مؤسسين منظمة الوحدة الافريغية التي تحولت في العام 2000 إلى الاتحاد الافريغي أنا أعتقد استردادا لكرامتنا أنه ننسحب ونطلع من هذا الاتحاد لأنه أصبح مضية يعني فيهم ممارسات غير مقبولة مبادئ الأساسية تطالب برفض التدخل ليس في السودان في افريغيا كلها نعم منظمة الوحدة الافريغية أصلا جامت أو نشأت لمكافحة الاستعمار ودعم الشعوب التي كانت ترزح تحت الاستعمار في عام 63 وكذا الآن الاتحاد الافريغي تنكر لتلك المبادئ وأصبح يغض الطرف عن تدقلات سافرة جدا وعن حروب وعن قتل منظمين أبريغ وإلى أخير وما هي الفائدة نحن ما هي فائدة نجنيها من رضوية هذه المنظمة نعم منظمة ما وقف معنا منظمة ضدنا شكرا شكرا جزيلا نعم 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 الناس كلها عارفة وقفها نعم وضحت وضحت شكرا جزيلا وضحت الفكرة سيد علي خليفة عسكوري الكاتب الصحفي والمحلل السياسي كنت معنا من السودان وأظن أن هذا الأمر يستحق فعلا أن تخرج له المزيد من المساحات للنغاش بشكل مستفيد يعني علاقة السودان بالاتحاد الأفريقي وما يجب أن يتم اتخاذه في هذا الأمر شكرا جزيلا لك لأنك كنت معنا خلال هذا الشارع السوداني أستاذ حسن هل الآن الأوان أن يتخذ الفريق المرهان ما طالبته به أنت قبل أيام يعني أن يتم اختيار جبريل إبراهيم وزيرا أولا للحكومة رئيسا للوزراء أم هذه المخترحات التي طلبت الحكومة أن تقدم لها لكي تتخذ هذه الخطوة هل نتوقع أن تقدم أنت هذه المخترحات هو طبعا يعني ما شرط جبريل يعني ما نفتكر ترشيهات كثيرة جدا لكن المهم أنه ما ينظر للفترة الانتقالية النظرة التقليدية اللي بينظر بها أو بيتدار بها الفترات الانتقالية المرّة على السودان الفترة الانتقالية الحالية أو الوضع الحالي هذا وضع عنده حساسيته ووضع عنده خصوصيته بالتالي مسألة أنه يترك للقوى السياسية على تناحورة وعلى تجاذبة وعلى صراعات وكذا ده ممكن يكسر الجفحة بتاعت القوى الوطنية الدعمة للجيش ويلهيها بالصراع على مقاعد السلطة ويخلي بعض القوى تتخذ مواقف سلبية أو تتراخى عن نصرة الجيش باعتباره أنه هي دخلت ميدان التنافس على حقائب وإدارة الفترة الانتقالية عنده لا سنموذجين في السودان نموذج إدارة الخرطوم ولاة الخرطوم أخونا أحمد حمزة أحمد عثمان حمزة إدارة ممتازة ما في أي ضلال حزبية ما في أي ضلال بتاع الصراع يمكن تطوير هذا النموذج إنه نموذج في بورسودان الوالي في بورسودان أيضا أنا أفتكر نحن محتاجين لحكومة مركزية بالمواصفات خالية من الأثقال والتقاطعات الحزبية والسياسية وأنا سمعت مرة الفريق البرهان بتكلم عن أنهم دعوا القوى السياسية لتقديم ترشيحات ولكنها اختلفت فيما بيني أنا إذا كان في نصيحة مش جبريل ولا سيسي ولا كده غير من الأسماء لا الفريق البرهان يتجه لإدارة الفترة الانتقالية بطريقة مختلفة عن الإدارة التقليدية باعتبار المحاصصة الحزبية والترشيحات الحزبية وكده لأن هذه بتصدر الخلاف داخل مربع القوى الوطنية الداعم للجيش السوداني والقوى السياسية نفسها تفهم أنه الفترة الانتقالية تهيأ لما بعد انتصار الانتصار الانتصار الجيش السوداني ويدل فريق البرهان والمؤسسة السيادية حق التشكيل الحكومة بكفاءات زي ما قال أخونا صادق كفاءات ما عندها علاقة بالارتباطات الارتباطات الحزبية نعم سيد صادق الكثير من العواصل هنا وهناك انتشرت فيها القوى السياسية واجتمعت لتشكيل هذا الأمر هل الآن الأوان أن يتخذ الفريق البرهان هذه الخطوة التي تحدث عنها الأستاذ حسن إسماعيل بأن يشكل حكومة بعيدا عن هذه القوى السياسية التي يعني لم تتفق على الحدود الدنيا من من الخطاب السياسي هاي يعني يعني الواضح أنا بتتكلم حسب المعلومات المتوفرة لديه انه فيه ترشيحات الآن موجودة وفيه شورت ليست لمنصب رئيس الوزراء يعني أمر الحكومة متروك لرئيس الوزراء بعد أن يتم تعيينه والمبدأ العام في هذه الأمور كلها هل اتجاه المعلوم أنه تكون كفاءات وطنية غير حزبية يعني ولكن أنا شعرت أنه الأولوية الآن لتشكيل برلمان أو مجلس التشريع أو هكذا أسئل الآن أفتكر أنه الحركة الموجودة الآن في بورسودان وغير بورسودان كلها منصبة في اتجاه أنه يكونوا هذا المجلس أولا يستوعب والكمل هاي من الأطياف السياسية والفكرية والاجتماعية الموجودة خاصة أنه الجهات الدعم الآن لهذه العملية لحرب الكرام والدعم للجيش وضد التبرد متوسعة الآن وأصبحت هناك كتل مختلفة كتل اجتماعية وفوط غبلية يعني شخصيات وطنية أحزاب تنظيمات سياسية موجودة يعني كتلة وازعة جدا هذه الكتلة أنا أفتكد هذا الاتجاه الصحيح أنه يكونوا منها برلمان إدعاين رئيس الوزر رئيس الوزر يتشاور مع المجلس السيادي يكونوا الحكومة نعم هذا الجهد الشغال الآن أعتقد أنه هذا الاتجاه السليم نعم شكرا جزيلا أستاذ صادق أرزيج رئيس إحاد الصحفيين كذلك امتد الشكر إلى الأستاذ علي خليفة عسكوري الكاتب الصحفي والمحنج السياسي وأيضا الأستاذ حسن إسماعيل الكاتب الصحفي وزير الإعلام السابق ربما إن جاز لنا أن نختم في العجالة هذه فهذه الحلقة أقرب إلى مغاله الموسيقار الراحل والدلوين الغريب الساعة جنبك تبدو أكثر من ذلك شكرا جزيلا لكم شاهدين الأكارم وشكرا لكم ضيوفي داخل الاستوديو وإلى جديد الملتغى دونتم في أمان الله